اجتمع الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في مكتبه في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة اسلامباد حيث رحب قائد الجيش الباكستاني بسموه شاكر النأسم وهو على تلبية دعوته لحضور احتفالات باكستان من جانبه اشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت اليه افاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين هذا وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبول تطوير مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في كافة المجالات كما تم بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر